الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أن يغير ما بأنفسه النموذج الخامس فهموا أحاديث الأضحية عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا وعن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرت الأضاحي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الإسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ومن خلال قراءتنا لسياق هذه الأحاديث ومناسبة كل منها يتضح لنا أن حديثا كلوا وتصدقوا وادخروا وحديثا لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث لم ينسخ أي منهما الآخر إنما كان كل منهما في حال معين فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام ذلك أنه لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الأكل فوق ثلاث سألوه في العام الذي يليه يا رسول الله كنت نهيتنا أن نأكل من الأضحية فوق ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وأكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ثلث للفقراء وثلث للإهداء وثلث للإنسان وأهله على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية للتصرف وكان القصد منه ألا يجور المضحي على نصيب الفقراء وأن يخصهم ولأب الثلث في أضحيته فمن زاد زاده الله فضلا ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رأى بالناس فاقة قال لهم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة أو فاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء على أننا نؤكد على أهمية التوسعة على الفقراء والمحتجين وإكرامهم بالنصيب الأوفر من الأضحية فعندما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها حين ذبحوا شاتا فقال لها ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها فالذي يعطى ويتصدق به هو الذي يدخر للإنسان ويجده عندما يلقى الله سبحانه وتعالى حيث يقول المولى عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقد حسنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التوسعة على الفقراء والمساكين في أيام العيد فقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم أي اعطوهم ووسعوا عليهم ولا تضطر أحدا منهم أو تحجوه إلى السؤال في هذا اليوم فالنعم تزيد بالشكر وتزول بالجحود والكفران حيث يقول المولى سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويقول المولى سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم عطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم عطي ممسكا تلفا ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعمة يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها من عندهم إلى غيرهم منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ممسكا تلفا